كاس العالم المراضي فيه مفاجئات كتير يعني مين كان يتوقع البرزيز تطلع مين يتوقع فيه فرع كبيرة والألمانيا أنا بتوقع المغرب وكرواتيا احنا نتمنى طبعا انها تكون المغرب نتمنى ونتمنى انها تاخد كاس العالم وتبقى اول مرة في التاريخ دولة من العرب ومن افريقيا انها تكسب متوقع ان شاء الله فرنسا والارجنتين مين يفوش في المغرب اعتمنى الارجنتين ومتوقع الارجنتين لان مستوى فرنسا اصلا ما كانش يسمح انها تاخد كاس عالم فناهيك عن اتنين كاس عالم بالمستوى ده حرام اعتقد فرنسا والارجنتين اعتقد فرنسا ان شاء الله المغرب وكرواتيا وباذن الله باذن الله اتمنى المغرب تاخدها باذن الله كرواتيا السنوية يعني كرواتيا عاملة مباراة قويسة فالمغرب وكرواتيا ان شاء الله والله انا من البداية خالص كنت برشح الأجنطين إنها تاخد كاس العالم لأن ميسي حقيقة أحسن لعيب في العالم وكان نفسه يعمل حاجة للأجنطين يعني خاد أحسن لعيب خمس مرات ونفسه ياخد كاس العالم وبازل أكثر مجبود عنده وحقيقة يعني الماتش بتاع الأجنطين وكدواتي أنا أتوقع الأجنطين أحد يكسب المغرب وفرنسا إحنا كلنا نتمنى المغرب ولكن فرنسا أعلى طيب يعني النقطة هنا بتالي أو الكلام التوقعات راح مبيني ومبينك يا عبد دلوقتي ناس كتير توقعت السيناريو اللي أنا قلت عنه اللي هو فرنسا ويه الأرجنطين في النهاية وناس قالت الأرجنطين وناس قالت لا هي هتبقى فرنسا أنت مع المغرب وكرواتيا بصي الناس اللي حسبتهم عملية أكيد حيتفقوا معاك في الرأي الناس اللي بصين الموضوع من زاوية عطفية حيبوا شايفين زي حالتي كده نتمنى أن نحن نشوف المغرب في النهائي بغض النظر بقى هتلعب منه بس أنت بقى موجودة في النهائي تعالى نشوف الناس قالت إيه برضو يلا بينا خلال نبدأ معك كريم السيد عمار بيقول صباح الخيرات المغرب وكرواتيا وإن شاء الله فوز المغرب بكأس العالم ده حلم كل عربي وإفريقي وأنا واثق أن المغرب حيفرحه كل العرب جمعة عبد العزيز بيقول مغرب كرواتيا رودينا سلمة أنا مش عارفة إزاي رودينا سلمة الأرجنتين وفرنسا أحمد أشرا فرنسا كرواتيا واحد وآه سلامة أحمد أشرا فرنسا وكرواتيا واحد ونماتش هيخلص بدربات الجزاء محمود أبو مارين بيقول أنها هيكون مغربي أرجنتيني والحج محمد يوسف بيقول كرواتيا وفرنسا وبيتوقع فوز كرواتيا وبلال نور بيقول إن شاء الله المغرب وكرواتيا والمغرب تفوز واحد صفر المغرب وكرواتيا دي جديدة أول مرة أسمح والكرواتيا هي اللي تفوزها عبدو محمد المغرب وكرواتيا ومصطفى كامل المغرب وكرواتيا مراد أحمد فرنسا وكرواتيا محمد شاب بيقول فرنسا والأرجنتين وتوقع فوز فرنسا بنتيجة 3-1 أحمد علي أبو الشيخ بيقول المغرب والأرجنتين إن شاء الله وعلي هاشم بيقول كرواتيا والمغرب دم أنتم ما بتقولوا لناش مين يعني ماشي ده النهائي مين بقى اللي حيفوز ما كتبتوا لناش لي مش كلكم كتبين يوسف أشرة فرنسا والأرجنتين وبيقول 2-0 الفرنسا داليا محمد صباح الوارد المغرب وكرواتيا محمد بحمود المغرب والأرجنتين أحمد حسن بيقول فرنسا والأرجنتين وإيهاب مصطفى بيقول فرنسا والأرجنتين وفرنسا هتفوز 3-1 بسوا حد لوقت التوقعات الأكثر أن فرنسا هي اللي هتفوز أكثر إسم تكرر صحيح طارق شرف الدين فرنسا والأرجنتين وعلي فرحان أرجنتين وفرنسا وفرنسا اللي هتكسب برضه طارق صادق بيصبح علي أنا وانت يا نهواند بيقول أتوقع وصول فرنسا والأرجنتين للمباراة النهائية وفوز فرنسا باللقب على حساب الأرجنتين في اللقاء النهائي بنتيجة 2-1 إسلام أحمد المغرب والأرجنتين علاء زيدان المغرب وكرواتيا والمغرب تفوز 1-0 ده السيناريو نتمنى والله علاء طبعا محمد ساروت بيقول المغرب وكرواتيا وحسني الصياد بيقول الأرجنتين وفرنسا أرجنتين وفرنسا برضه السيناريو الأكثر باسيوني دويدار فرنسا الأرجنتين بالله عليك تقرأ تعليق باسيوني دويدار يا جماعة باسيوني دويدار محمد حسين صباح الخير كرواتيا وفرنسا فرنسا تفوز 3-1 دي بقى الإجمع على فرنسا بي طب مبدئيا كده يعني مبدئيا فرنسا هي اللي اسمها تكرر أكتر من مرة ودينها كلها ساعات بتبصلنا وقدينها حناع طيب